مجلة فورين بوليس الأمريكية نشرت مقالاً للكاتبة السارة ليا ويتسون تتحدث فيه عن كيفية قيام الولايات المتحدة بتقويد النظام الدولي من خلال رفض تنفيذ أحكام المحكمة الجنائية الدولية بحق إسرائيل فأمريكا تشيد بالمحكمة عندما تحاكم أعداءها وتهاجمهم عندما تلاحق أصدقائها وفي تفاصيل الخبر وجهت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد ضربة قوية للنظام الدولي القائم على القواعد خلال محادثات مجلس العلاقات الخارجية الأسبوع الفائت ورد على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الأمريكية ستلتزم بأوامر محكمة العدل الدولية بوقف مساعدتها إلى إسرائيل بسبب احتلالها غير القانوني وأوامر الاعتقال المتوقعة من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بين يمين تنياهو ووزير دفاعه يواف جالانت الذين وجهت إليهم المحكمة الجنائية الدولية لائحة اتهامات أكدت السفيرة الأمريكية أن الولايات المتحدة لن تمتثل لأي أمر قضائي لأنها تواجه مشكلة مع حكم المحكمة وقالت فلنكن صريحين لن نسمح لكم باعتقال نيتنياهو وفي حين أن الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي فهي غير ملزمة بالامتثال لأوامر الاعتقال الصادرة عنها فقد أبدت واشنطن تعاونها مع هذه المحكمة عندما استهدفت المحكمة خصوم الولايات المتحدة الأمريكية أمثال عمر البشير في سودان وفلاديمير بوتنا رئيس الروسي ولكن ذهب الكونغرس إلى حد إلغاء الأحكام الواردة في القوانين الأمريكية التي تحضر التعاون مع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية على الأقل فيما يتعلق بأوكرانيا وأصدر قرارا يثني على المدعي العام لحصوله على مذكرة التوقيف وعلق السيناتور الجمهوري الأمريكي لينسي جراهام قائلا إن مذكرة الاعتقال هذه مهمة للغاية باعتبارها إجراءا اتخذته هيئة دولية قائمة على الأدلة ستقف أمام اختبار الزمان في المقابل نفسه جراهام غير لهجته وأصبحت لهجة مختلفة عندما وجهت المحكمة اتهامات لمسؤولين إسرائيليين ووصفها بالأفعال المشينة التي ارتكبتها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل مؤكدا أنه سيعمل بشكل محموم مع زملائه من الحزبين في كلا المجلسين لفرض عقوبات تدين المحكمة الجنائية الدولية وهاجم المدعي العام بنفسه لتصبح أمريكا تتعامل مع القانون الدولي بأنه جيد عندما يعاد أعدائها ولكنه سيء جدا عندما يبدأ في معادات أصدقائها موسيقى موسيقى